ولاية الفقهة الإيرانية وتحديات بالجملة أثقلت كهلها على ما يبدو أمام ربما اقتصاد مشبع بالفساد وشارع يغلي من عقم السياسات سؤالي اليوم بروفيسور ما هو الواقع الإيراني اليوم في اعتقادي أنه لا يمكن الحديث بشكل منفصل عن الاقتصاد وعن ترد الأوضاع الاقتصادية في إيران من دون الحديث عن تدني الممارسة السياسية طبعا من قمة الهرم السياسي السلطة السياسية في إيران وهي ولاية الفقهة وما دائما نتحدث عن دور المؤسسات التورية أو الإزدواجية الحاصلة في إيران ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات التورية التي تلعب دورا أساسيا في اتخاذ قرارات وفي الاستعتار بكل القرارات السياسية والسيادي في البلد إضافة إلى التحكم في كل دواليب الاقتصاد بمعنى محاولة التحكم في الدواليب الاقتصاد عبر مجموعة من شبكات المتنفذة في المجتمع الإيراني والتي ترتبط بشكل مباشر بهذه المؤسسات التورية التي أشرت إليها وخاصة بسلطة ولاية الفقهة بشكل عام أو قوة طبعا الروحية لخامل إيه في المشهد السياسي والاقتصادي بإيران نعم طيب روفيسور لعلى ما يحدث اليوم ربما من احتجاجات ومظاهرات ولعلى أيضا الشعارات المناهضة التي ترددت فيما يزيد عن الثمانين مدينة إيرانية اختزلت الكثير من مآسي الشعب ومطالباته هل ترى أن هذه الانتفاضة تم إخمدها إلى غير رجعة؟ لا في اعتقادي أن الواقع بالفعل أن الانتفاضات هي شرارة أساسية للمزيد لتعقد كثير من المشاكل وليس هناك في القريب العاجل يعني توقعات أو سيناريوهات للحل العاجل باعتقادي أن الأزمة مستفحلة لأزمة لمدة طويلة هناك بعض المحاولات كانت منذ 2008 و2010 لإصلاح الاقتصاد والإصلاح الحياة الاجتماعية ولمحاولة رأب الصدع ما بين المجتمع والدولة في إيران لكن فشلت كل هذه المحاولات لأن التوجهات العامة لإيران لا تركز بالأساس على تلبية المطالب الاجتماعية في اعتقادي أن احتجاج أو المظاهرات الاحتجاجية لسنة 2009 كانت لها رموز أشرفت على هذه الاحتجاجات الآن الاحتجاج له طابع اجتماعي محض لأن الأزمة استفحلت أزمة البطالة 75% من المدن الإيرانية طبعا تحت عتبة الفقر هناك أيضا المجال الحضري والمجال القروي بمعا يمارس الاحتجاج الآن وليس كالسابق ليست هناك نخبة تقود الاحتجاج يمكن الحديث الآن عن جماهير تقود الاحتجاج ولا أعتقد أنها ستتوقف ربما يتفنن النظام السياسي الإيراني في ملاعبة وفي قمع الحريات لكن ربما هذه الحقن أو حقن التهدئة لن تفلح كثيرا في إخماد هذه الانتفاضات والاحتجاجات الاجتماعية وستتواصل بشكل وبطرق ربما تختلف لكن في النهاية هو احتجاج على النظام بشكل عام النظام الملالي لأن سقف المطالب اختلف وارتفع سقف المطالب إلى مطالب سياسية تطالب بإقالة نظام ولاية الفقه وإسقاط هذا النظام الذي فشل على كل المستويات طيب روفيسور كما ذكرت في بداية حديثك ربما لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي دون التطرق إلى الإدارة السياسية في إيران سؤال إدارة الاقتصادية ربما والفساد أيضا المستشري في نظام الملالي على مدار عقود خلف اليوم 30% من من يعيشون تحت خط الفقر في مثل هذه الحالة ألا ترى أن الفقر يعتبر بداية لنهاية نظام الملالي؟ لا يمكن الجزم أبدا بأن المشاكل الاجتماعية قد تخلفوا واقعا جديدا أو ربما ستخلق نوعا أو بشكل عام بسيغة أخرى تورى مضادة تقلب كل الموازين أعتقد أنه في إيران الآن وللأسف ليس هناك مشروع لقلب موازين النظام السياسي القائم الآن لأن 40 سنة نجحت كثيرا في تتبيت أركان نظام سياسي قائم على أساس الاختلاف بين مكونات نظام لا يتجابه بين مكونات الأساسية ربما أن لعبة الإصلاحيين ولعبة المتصلبين من النظام الملالي هي لعبة ربما كانت إيران تحاول أن تمرر بخطاب أننا نختلف تحت سقف الديمقراطية ليست هناك ديمقراطية في إيران هناك نظام سياسي هجين يجمع ما بين السلطة الروحية الدينية وسلطة السيطرة الدولة الصفوية على مقاليد النظام بمعنى أعتقد أن هذه الحركات الاحتجاجية ربما تخلق نوعا ما شرخا في مجتمعيا أو شرخا سياسيا لكن لا زال النظام له بعض الإمكانيات وهو يملك أيضا أدوات أساسية على اعتبار قوة نظام الملالي على اعتبار أيضا الحرس التوري على اعتبار أيضا ما يقوم به على مستوى السياسة الخارجية من محاولة ما يسمى بجيو بوليتيك الشيعة بمعنى محاولة خلق بؤر توطر وإمداد هذه الحركات والميليشيات الشيعية بالدعم اللازم للاستمرار بمعنى هذا النظام لا زال يمارس نوعا ما من الصمود من المقاومة رغم أنه وصل بالفعل إلى الإفلاس النهائي لكن لا زالت لديه بعض الإمكانيات ربما في الأعوام القليلة القادمة ستشهد حلحلة أو ربما شرخا داخل هذه المنظومة لأن المفروض أن هذه المنظومة الإديولوجية تنتهي إلى مال نهاية ويعود تعود إيران إلى وضعها الطبيعي كدولة طبيعية وليست دولة إديولوجيا ثورية تمرر الخطبات الثورية لكل المنطقة وتحاول زعزعة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة طيب أمام كل ما ذكرت إجمالا إلى أين يقود ربما بوصلت الاقتصاد الإيراني اليوم كان هناك العديد من الأمال المعلقة على حل أزمة الاقتصاد بعد إبرام الاتفاق النووي سنة 2015 وكان طبعا النخبة الإيرانية تركز أساسا على انفتاء حقيقي وخاصة أن حسن الروحاني حاول أن يقدم الكثير من الوعود على حالة المشاكل الاقتصادية ومحاولة إرجاع إيران إلى السكة الطبيعية لكن الاقتصاد الإيراني الآن لا زال ليست لهم مقاومات الاستقلالية بمعنى النظام الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد ريعي يعتمد بشكل عام على النفط بشكل أساسي طبعا السياسات المعتمدة في إيران لا تجعل هذا الانفتاح يتم بشكل سلس وبالتالي استرجاع تقة المؤسسات الدولية استرجاع تقة الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا هؤلاء الشركاء لكي يعودوا للتعاون والتنسيق مع الشريك الإيراني لا بد له من أخذ ما يسمى بالمشروط السياسي والاقتصادية بأخذ ضمانات حقيقية لعودة إيران للتعامل كدولة طبيعية وتجاوز ما يسمى بازدواجية الخطاب الإيراني بمعنى أنا أقدم ضمانات ضمانات ديمقراطية لكن في المقابل أنشط الميليشيات وأدعم المد التوري وضحت الفكرة أشكرك جزيلا شكر بروفيسور محمد عصام العروسي الباحث في مركز ترينكس للبحوث والإزشارات شكرا لك على هذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقرات